سوق المحرق وأمر سموه بإعادة تنظيم المنطقة لتوفير مزيد من مواقف السيارات التي تخدم المرافق التجارية والخدمية والتعليمية فيها وتسهل الحركة المرورية من وإلى منطقة السوق المركزي ووجه سموه لبناء المزيد من المشاريع التنموية التي تخدم المحرق وأهلها وتسهم في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وغير الحكومية فيها للتخفيف والتيسير والترفيه عن أهل المحرق وقد أكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء أن أهالي محافظة المحرق العريقة يستحقون مثل هذه المشروعات التنموية الكبيرة التي تسهم في تعزيز مظاهر النمو الحضري بالمحافظة كجزء من استراتيجية التطوير والتعمير التي تنتهجها الحكومة تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لتنمية مختلف مدن وقرى المملكة وتوفير مختلف المرافق الخدمية التي يحتاجها المواطنون مشيرا سموه إلى أن التوسع في إقامة الأسواق التجارية الحديثة والعصرية يشكل إحدى مظاهر النهضة التي تشهدها المملكة وأن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتطوير هذه الأسواق في مختلف مناطق المملكة ومدها بالمرافق والتسهيلات التي تجعلها أكثر جذبا للمتسوقين واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على أن يكون تطوير الأسواق المركزية في البحرين مواكبا ومعززا لحركة النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة وملبيا لاحتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وفي الوقت ذاته داعما لصغار التجار وأرزاقهم ومؤهلا لفتح أفاق أوسع أمام تشجيع الاستثمار لدفع وتنشيط الحركة التجارية في المملكة ونوه سموه إلى أن مشروع تطوير السوق المحرق المركزي يأتي ضمن اهتمام الحكومة بالأسواق التقديدية والمركزية والشعبية والعمل على تطويرها وتحديثها بما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وإنعاش الحركة التجارية في البلاد وقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال حفل افتتاح السوق إلى شرح من سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مراحل العمل بالمشروع وأهميته الاقتصادية والتجارية كما تبادل سموه الحديث مع عدد من تجار السوق عن أنشطتهم التجارية وما تقدمه الحكومة من تسهيلات لدعم القطاع الخاص وأبدأ سموه وإعجابه بسوق المحرق المركزي في شكله الجديد وطرازه المعماري الذي يجمع بين مظاهر الحداثة وأصالة التراث الذي تتميز به مدينة المحرق مشهيدا سموه بما شاهده السوق من نقلة نوعية متميزة في مستوى المرافق والتنظيم والخدمات المقدمة لرواد السوق والعاملين فيه بما يتناسب مع متطلبات العصر ويلبي تطلعات مرتاد السوق ويوفر مختلف احتياجاتهم الضرورية من جانبهم أعرب عدد من تجار سوق المحرق المركزي والأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بكل ما يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد بصفة عامة والمحرق بصفة خاصة معربين عن سعادتهم بافتتاح السوق الذي سوف يشكل نقلة تنموية كبيرة لمحافظة المحرق يذكر أن مشروع سوق المحرق المركزي يشمل سوقا معاصرا يشغله مجموعة من الشركات ومحلات بيع التجزئة ويضم نحو واحد وستين محلا تجاريا واربعة وعشرين محلا لبيع الخضروات وستة وثلاثين محلا لبيع اللحوم واثنين واربعين محلا لبيع الأسماك إضافة إلى أسواق اللولو التي ستشغل الطابق الأول بأكمله ويقام المشروع على مساحة ثمانية وعشرين ألف متر مربع وتزيد بمقدار أربعة أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم وأن مبنى السوق الجديد يتكون من ثلاثة طوابق طابق أرضي خصص لمواقف السيارات ويتسع لما يقارب مائة وثمانين سيارة وواحدا وستين محلا تجاريا متعدد الأغراض وهايبر ماركت كبير بالطابق الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر